السلام عليكم يا تاني كيفكم يا حلوين اليوم الثلاثة 14.04.2020 هناك بعض الأمور الواجب التركيز عليها في الدرس الأول والثاني من دروس القسمة أولا القسمة كتوزيع بالتساوي يجب على الطالب أن يفهم بأن القسمة هي عملية توزيع الكل توزيع كل ما لدينا على مجموعات بالتساوي على مجموعات بالتساوي هي توزيع الكل الكل لدينا على مجموعات بالتساوي بحيث تكون نفس العدد كيف تقرأ جملة القسمة ثلاث تقسيم ثلاث تقرأ هكذا ثلاث تقسيم ثلاث يساوي واحد أقسام جملة القسمة خمسطعش تقسيم ثلاث يساوي خمسة خمسطعش هو المقسوم وهو الأكبر وإشارة القسمة تقرأ تقسيم وثلاث هو المقسوم عليه وخمسة هو الناتج أستخدم الأعداد خمسة أربعة عشرين في كتابة جملة قسمة نركز دائما على أن يبدأ الطالب بالعدد الأكبر ليكون المقسوم عشرين تقسيم أربعة يساوي خمسة نعيد نركز على الطالب أن يبدأ دائما بالعدد الأكبر ليكون هو المقسوم عشرين تقسيم أربعة يساوي خمسة ويجب عليه في كل مسألة بأن يقوم بتمثيلها أو برسمها على هذا النحو ترجمة نانسي قنقر